السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى إن شاء الله تكونوا بحروا والأخير بصحة جيدة إن شاء الله ومارد المركة مغيقلكم عشوكم بروكا من ضمن الحلويات دينا التقليدية بزد الأخوات كتلوها مني في التعليقاتها لليوتوب وفي إستغرام خيل الله إكرم مننا الحلويات دينات زمان التقليديين يوم إن شاء الله سنشارك معكم وصفة الحلوات التويسات الشمالية بفيديو خاص بها بوحدة كنت شاركتها معكم قبل ولكن كنت جمعتها مع مع العديد من الوصفات وبعض الحلويات التقليدية أخرى يوم إن شاء الله سنشارك معكم فيديو دينات خاص كنت من إن شاء الله نستحسنكم وإعجابكم بطريقة جد مفصلة سهلة وموسيطة ومتناول الجميع نأتي حميئة في المئة امدوا على بركة الله مع الطريقة والمقادر امدوا على بركة الله امدوا على بركة الله اول حاجة إن شاء الله سنوجده هي العمارة الحشوة اللي سنعملها يجب علينا 125 غرام من اللوز اللوز يكون خضار ومشي مسلوق والقشرة هي مسحوب مندين نظيف هنا تقريبا نصف كأس من السكر ناعم نصف كأس عمبة 80 غرام خميرة الحلوية سنحتاج 7 غرام فقط 1.5 ملعقة صغيرة سنحتاج الحبات البيض الحجم والحجم الصغير في حال هذا الطاية ام نحن عناية البيضات بالطاية ام و ال و اكس ال يقدر يدخله حتى نجوز البيضات و نصف او ثلاثة عندي هنا معلقة صغيرة من الفاني بودرة او الفاني السائلة اللي متوفر عندكم في الدر لان فانيك يعطيه واحد المدقرة و نحتاجنا 1 قبيصة من الملح و 125 غرام من الزبدة الدائبة هذه الخميلة الحلويات اما هذه اللي كنشريها مليدي دائما او هذه اللي كنشريها في مركضنا كتبع مؤخرا في القريعات نبقى اول حاجة ان شاء الله هم تحنوا اللوز مزيان طحنا الولية كما تلاحظوا معي فمن بعد ما تحنت اللوز ان شاء الله هنخليكم مقادر مدكورة صندوق الوصف اضافتها مع الفيديو كان مشترك مع بعض الحلويات ما تشافوها شيء و بقوا كي يطلبوها مني اكرم عملنا الحلوات الطويسات قد واخن خليتها كما هي و نعملكم فيديو خاص بها ان شاء الله كما لاحظوا معي ضيفت هنا اللوز و نغرب سكر ناعم سكر غلاسي مع نصف ملعقة صغيرة من الخميلة الحلوية سكر فاني و قبيصة من الملح و قبيصة من الملح فقط و قبيصة من الملح دائما قبيصة من الملح دائما قبيصة الملح في الحلوية لانك تطرد الشيطان مهم كم قان خلط مزيان و نعمل و من فارة ثم كمية قليلة تصدري تلاتين حب حجم الطويسات لطويسات كبارة يكون طويلة الزبدة المستعملة هي المعنى الزبدة الحيوانية المعنى الزبدة الحيوانية هي الزبدة اللي تكون بالحليب ماشي ناباتية و نستعمل دائما هذه الزبدة في الحلوية رائعة و تكون ممتازة كشريا مركضون و نضيف الحبات من البيت كما تلاحظه و نواصل التطريب و نحرك مزيان بهذه الطريقة هذه الزبدة هي الزبدة و سهلة و في نص الوقت معروفة الحلوية عريقة جدا في الشمال و كنا نعتمدها دائما في مجامل المناسبة سواء العراسات و السوابع و دائما و دائما كانت تخصاتكم في الطبي سلد الحلوى دائما المهم أنتم تلاحظوا الخالط كان خالطه بطراب اليدوي و لا نحتاجه بطرابه هنا الكهربائي هذا هو الخالط الذي نحصله عليه و لا يكون شيء خفيف بزيء و في نص الوقت يتقل نعم نسجد البيتات هنا يطايا كبيرة سافدة ان شاء الله كان نعاود نورين بالنسبة للمبتدئات و لأول مرة يجربوها و طبعا اللي طلبوها مني العديد العديد من الأخوات نغطيها بوحسة الوفان و خليفة اللاجة ضروري يغطينا هذا الخليط يرتاح تقريبا و تساعد المقانة بشك يتقل معانا و من بعد ان شاء الله نقذوه بشك نوجد العجينة التي سنعملها في القوالب ان شاء الله نحتاج 125 غرام من الزبدة كما تلاحظوا معايا نحتاج فاني و خاملات الحلويات و نص كاس عنبه من السكر ما يعادل 80 غرام و لدينا الطحين 250 غرام و لكن لا نحتاج شيء كاملة و من بعد نحتاج هنا كما تشوفوا معايا البيضات بالنسبة القوالب كما تلاحظوا انا استعملت هادو عندي كبيرين شوية و واسعين فمعروف على القوالب للحال والطويسات يكونوا صغيرين من تحت كتكون قاعدة صغيرة من فوق كيبقى طلعين و ما كيوساعوا ان هادو اللي عندي متوفرين فان شاء الله يا ربي ان شاء الله و اذا كان عندكم متوفرين صغيرين يعني صغيرين تقدر تخرج لكم الحبة كتر من هادو ثم سوف merge زبدة اول حاجة مع السكر نضيف فكانل ثم سوف ضير ثم اخ니다 ان شاء الله اذا ماء نقوم بتعلق الرحلة و قم كما شافر و كم بقى مرملة مكافرة بها الطريقة مزيلة نضيف السكر وضيف السكر وضيف السكر نحاول ان يمكنك الزبدة وضيف السكر والفاني بالنسبة للعجينة لا تشاهدون الخميرة الحلوية مجرد نقوم بطبيعة وضيف السرق وضيف السكر ن lineage سكرت ضيف السكر ضيف السكر ث congregation لنбоقسم اسم iem صحيح الآن والASH لنضيف السكر نتحم LAURA كبيرة بالنسبة الاخوات اللي بغاوا يخدموها اذا كانت عندكم شي مناسبة كبيرة اللي كتخرج ميتين حبة طبعا هاد الوصفة هادي انا جبتها من الارشيف ديالي في الدفتر الذكريات اللي كنت فقلي وشاركت معكم في استغرام وحد دفتر عندي قديم اكثر من خمسة وعشرين سنة فدائما كنت كنت شوف الوصفات وكنت كان زمن فيهم دائما كان نوجه تحيا بنات خالي كان كيكل عندهم العراسات كمش نتحشى كانت تحشى في وسط وكنت صغيرة وكي عجبني النقال ونكتب ونشوف بعيني فمن ذلك الساعة وانا عندي ذلك دفتر مكتوب ممكن مجتمعي ميتين وتمانين جرام خليت منه حجد المعالق هذا هو القوام اللي يخصي نحصل عليه العجينة يعني في حشكل العجينة تصابلين ماشي خفيفة وماشي ثقيلة هذا هو الدفتر طبعا غدوا الكتابة غتبلكم مقلوبة لانا الكاميرا هي هذه التليفون كتتتصور دائما بالمقلوب هنا عندي كما قد كميتين حبة اللي عنخليها لكم ان شاء الله في صندق الوصف شحلة دي كنت نعملو هيدا شرطة في حاس شكل زائد بالعجينة ما كنا شكل من لوس افلي وعندي هنا كمية كبيرة دة 8 بيطات ودكيلوط السكر ودكيلوط اللاوز مهم تبارك الله كمية كتخرج ميتين حبة فان شاء الله نخلي لكم المقادر ديها لحتها هي بنسبة اللي بغي يخدمه لي كوموند ولا اللي بغي يخدمه بشي مناسبة ان شاء الله يا ربي مونده بنقوزه باش نبقى نشكل اه العجينة بهالطريقة هادي تنشبروح الكمية من العجين وكان بقى نشكل مزيان ونلبس دك القلب بالعجينة بهالطريقة هادي بحال كنعملو اي كيش او لأي تغطلت كنحاول لبس العجينة بزيانة في القلب باش كيشبرنا الشكل ديالو وطبعا كننسعنو بشوية دقيق كنسيسي ادي في الدقيق باش ما كتلسق لش العجينة في يدي ودائما كنزولو الزوائد يعني منك اطلعنا العجينة على القلب كنقطعوها وكنزولو دك الزوائد وكنعاود نقولها بالنسبة القاوة اللي بهادو ديالي كبير شوية اخواتي دا عندكم صغارين فاة صغيرة كتجي حلوة حسان انا هادو جاو نستبرك الله كبير شوية هادش اللي متوفر عنا لان للاسف بزرط حاجات ما كنجبروهم بشينا في اسبانيا اللي هات عطلت عليكم مما شاركت شي معاكم هادو الوصفة لان ما كونوش عندي متوفرين القوالب هادو اللي جبرت ولكن لا لا للمستحيل دائما كنقضيو حاجة صافي كنحاول ما امكلب بس العجينة مزيان بهالطريقة هادي وملكات شطنا العجينة كنقطعوها غيب الاصابح حتى نكمل الكمية اللي عندي كامل ان شاء الله ونخرجوا الحشوة اللي عملنا في التلاجة مهمة الكمية اللي حصلت عليها بهالطريقة هادي دابا نجيب ان شاء الله اللوز اللي اللي خلطت معاكم على البيطات والسكار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة بواسطة ما امكان ما اتعمرهم ان شاء الله قلب لان امتبعوا بيئة لا مزال لان مبعض تنفخ معنا ذلك الحشوة لان فيها الخميرة فلان اتنا الفرن عنا مساخنا على درجة الحرارة 180 من تحت ومن فوق فبنسبة بثبت الأخوات كي يعملون من اللوس إيفلي وكي مقصوم وشحال هذه أنا أعمل معكم واحدة كنا كنا نعملوا واحد نفس العجينة اللي خدمنا منا كنا نعملوا أشريطة على شكل زائد بهالطريقة هذي يعني بالنسبة للناس اللي ما كيعجباش يتعمل اللوس إيفلي كنا كنا نعملوا هالطريقة هذي كما كتلاحظوا كنلبسوها مزيان فانا كنا نقول لكم أي طرق واللي عجبتكم عملوها يا هادية باللوس إيفلي كي يبقى الاختيار للكم نستمر بنسكي فيا وغامقا نعملنا اللوس إيفلي بالطريقة هذي ودائما كنتمنى إن شاء الله وصفاتي تنال استحسنكم وإعجابكم وكنتمنى دائما نكون عند حسن ضمن الجميع وما هذا المنبر كنا نرحب بالإخوان والأخوات للتحقق بالقناة عن جديد مرحبا بكم كنتمنى إن شاء الله تنال استحسنكم وصفاتي بإذن الله عندما ندخل الفرن كما اقتم عدار الحرامية وثماني متعتم من فوق السينية كنعملها في الوسط وانتلقوا فمن بعد ما خرجتنا الفرن ما كتتتعدل ناشي وحد 15-20 دقيقة حولوا ما أمكان خسطي بمزيان لأن العجينة من داخل وعننا من تحت خسطي بحتهية فهذا وشكل ديال النهائي كتتقدم الصحة والرحان كتمنى تنال استحسنكم وإعجابكم أحبكم في الليلة اللقاء مع وصفات أخرى بإذن الله